وبعد ثلاث ساعات وصلوا لأصر سلم على أهله وهي كمان في الوقت اللي جانا كانت بتشيط فيه وهي شايفاهم وعقلها بيصور لها أنهم كانوا مبسوطين في السفرية لكن كانت عاوزة تدايق ملاك بأي طريقة وهدبان في شكلها نزلت السلم وهي لابسة فستان اسود لحد الركبة ودايق هاول ما شافت جاد بتسميت له بسعادة مزيفة وهي بتحضن بقوة وجراء حمد الله على السلامة يا جاد وحشتني جوي يا حبيبي الله يسلمك انت وحشتني جوي وفي حاجات كتير نفسها تكلم معك فيها بس مش هناك تعالها نتكلم وفي قضاتنا خلي الغفير يطلع الشنط يا أمي وتفضل يا جانا طلع معاها وهو بيبص الملاك وشايفها بتتكلم مع سما اللي نفسها حقيقي أن علاقة جاد وملاك تكون كويسة ويقدر يحبها لأنها عرفاء أن جانا مش بتحبه وأنها بتعمل كل حاجة علشان تحافظ على الاسم والفلوس مش أكتر سما بمراح قالت خلينا نطلع فوق إتي وحشتيني جوي ونفس اتكلم معاك وتحكي لي كل حاجة حصلت في الساحل أكيد بس أنا محتاجة أخد شعور دلوقتي وارتاح إيه رأيك بالليل نصهر سوا هو دكتور صد جاد يعني هيبات أكيد مع جانا فممكن نتكلم بالليل ماشي هجيلك بالليل هو الحج المحمدي مش موجود لا يا ستي هو وسليم ومصطفى نزلة من بدري تمام وبالليل بعد رجوع جاد من المصنع ملك كانت فكرة إنه مع جانا من وقت ما رجع حاولت تلهي نفسها بالكلام مع سما لكن ما تنكرش إنها كانت غير هنا سما خرجت من قوضة ملك بعد ما تكلمه ملك كانت هتنام لكن شفته داخل القوضة قامت بسرعة وتعدلت إيه فيه إيه؟ إيه إيه ما قاله كنت اللي فيه إيه؟ أنت مش بايت لا خلاص ولا حاجة ولا حاجة بصلها بإرهاق وأخد الهدوم ودخل ياخد شعور هو سبها ليه؟ طيب أنا مالي أنا أيوة أيوة كده إيه دي أنت مالك ماليش دعوة بيها بلاش تبيي أنا نية جانا ما عملت لكيش أي حاجة وحشة جاد خرج من الحمام بعد دقاي ولقاها بتحط المخدة بينهم على السرير اتدايق من نفسه لأنه هو اللي زرع جواها أفكار وحشة عنه لكنه ما كانش قصد اللي فهمته عارف إنه أفقدها شعور الأمان معاه راح نحية الأنتري ونام عليه وحطي إيده على عيونه بديء ما تخفيش أنا مش الراجل اللي هاخدك غصبة عنك ثانيا لو عاوزك مش المخدة دي اللي هتمنعني عنك هأتي مش بتبعدي عني بمزاجك ده بمزاجي أنا لو عاوزك هاخدك وبمزاجك كمان مش غصبة عنك وأنا جادر أعملها وانتي عارفة ده كويس مالك ما ردتش وفضلت صحية كانت بتبص للسقف بشروط وحيرة وبعد ما تأكدت إنه نام قامت وغطيته ورجعت تاني مكانها وهي بتحاول تنام تاني يوم مالك كانت في قضية سما ومصطفى وهي بتتكلم عن أخوها وقد إيه توجعت منه ومن مراته اللي ما كانتش بترحمها وكانت ناوية تهرب منهم في يوم من الأيام وإنها كانت بتدور على شغل من وراهم علشان لما تسيبهم وتمشي تكون ضمنها أي حاجة لكن موضوع الجواز ده هو اللي أخبط لها كل حسابتها سما قالت لها بحزن طب وانتي ليه ما كنتش بتقولي لأخوكي عن المراته بتعمله فيكي علشان ما كانش بيسمع خالد برمج حياته على إن الشخصية البشعة اللي في الكون عارفة لما كان حد بيضيقني أو يعكسني ما كانش بيزعق ولا بيتخنق مع الشخص ده بالعكس كان بيجي يلومني أنا ويقولي أنت أكيد اللي غوتيهم إنتي متخيلة يعني إيه أنا ما كانش في إيدي حاجة أنا عمري ما حسيت أن أحد منهم مهتموا بوجودي أصلا بعد بابا اللي إرحموا الناس شايفيني مجرد بنت جميلة وكل من هبه ده بعوز يقرب منها لسبب معين في دماغه أقولك الصراحة أنا نفسي بقيت بخاف منهم بخاف من أي حد يقرب مني أو يهتم لما جات جهي يتجوزني أنا ترعبت كنت فهمة أنه مش متقدمة علشان سواد عيوني ولما تجوزنا اتأكدت وبعدها سكتت فجأة وهي بتبص السما بارتباك لأنها مش عايزة أتعرف حد أنها فهمت موضوع الخلفة تقصد إيه ملاك أقصد أن شكله كده بيغيز ميا جنة ووضح أن في بينهم خلاف فقرر يضيقها بيه مش أكتر هقيا كان هي أمراته وأنا أكيد فترة مؤقتة وهمشي سما كان نفسها تحذرها من جنة وتقول لها موضوع الحمل لكن حست أن جاد هو اللي لازم يفتحها في الموضوع هقيا كان يا ملاك ده جوزك بلاش تفكري في الموضوع كده جاد من حقك أنت كمان ومن حق عليك أنك تحاول تجرب منك وتفهميه بلاش فكرة أن الجواز ده فترة مؤقتة لا ده جوزك يعني لازم تعملي كل اللي تقدر عليه عشان تحافظ عليه جدا وتخليه ما يقدرش يستغن عنك وإذا كان جنة ما بقاش فارق معها غير فلوس جاد فأنت لازم يبقى جاد نفسه هو كل همك أنت يمكن شايفاها الراجل الدبلوماسي الهيبة والسكوت وما بيعرفش يعبر عن اللي جوا لكن صدقيني جاد ما يعرفش يعني إيه حب أنا ومصطفى لما اتجوزنا من خمس سنين تقريبا جاد ما كانش كده بس هو اتصدم كتير في ناس كان فاكرهم مقريبين وبقى الراجل الدبلوماسي ده جايز الخدمة خبطت على الباب ودخلت سمهانم حضرتك كنت عايزاني في حاجة أيوة يا ريم بقولك تروحي الصيدلية بهدوء ومن غير شوشرة واتجي بيلي شريط حبوب منع الحمل بس من غير ما حد يحس بيكي لو الحج عرفها تبقى مشكلة ما تجلجيش مشي تريم وإسابة سمه وملاك أنت بتاخدي حبوب منع الحمل لا مش أنا دي أختي يا ستي هي معها ثلاث أطفال وقرر أتخذها بس هي مش هتعرف تجيبها عشان حماتها لو عرفت هتعمل مشكلة وانت عارفة في الصعيد الأمور أحيانا بتتعجد فأنا بشتريها ليها وباخدها لها معاي وحاجة كمان على فكرة ريم دي أمينة جدا تقدر تعتمدي عليها مش بتقول أي كلمة لأي حد هنا وزكية ما لك سكت للحظات طب أنا هنزل عود مع ماما ماشي ملك نزلت بسرعة ولحقت ريم قبل ما تمشي ريم استني هتقمريني بحاجة يا هانم هي سمه بتقولك هاتي شرتين ولما تجي بيه أنا هتديه لها بس من غير ما حد يشوفك من عيوني ملك بسيت حواليها بارتباك إن حد يكون شافها وطلعت بسرعة بعد مدة ريم رجعت وملك أخدت منها الحبوب وطلعت لسمة ديتها شريط وراحت قضتها بسرعة وهي خايفة إن حد يشوفها قفلت الباب عليها كويس وفضلت تفكر تخبيها فين لحد ما حطته في الدولاب فضلت أعضف قضتها لحد ما سمعت صوت عربيته قامت بسيت من البلكونة ولقيته داخل القصر هو وأبوه خرجت من القوضة لكن لقيت جانا وقفة على الباب إيه في حاجة يا جانا جانا كده حاف أنت نسيت نفسك ولا إيه يا بت ده تحت تعيل جايبك من الشارع أنا اسميه نه جانا هانم وبطل شغل اللفة والدوران ده وبعت في تكري أنك هتقدر أتأخذ جاد مني ومبارح واللي حصل مبارح مش هيعدي بالسهل ولدت فاكرا أنه هيبات معاك كل يوم وبعدين هقولك حاجة أوعة تنسيها الجديمة تحلى حتى لو كانت واحلة فهما يخطفت الرجال أنت ولدت مش مكفيكي كارم اللي جالك السحل مخصوص وكمان جاد ملك بدهشة وإحساس بالظلم قالت كارم إيه أخوكي هو اللي جه وراي هناك وأنا من كرم أخلاقي مرضيتش أقول لي جاد لإني صدقيني احتمل تقري الفتحة على روحه وبعدين أنا خطفت رجالة أنا هو غيرك هناك خطف مني جوز يا زبالة يا تربية الشوارع كارم جل على حاجيكتك الواط يا وأخوكي اللي باعك بالرخيص ملك قالت بابتسامة وسقة نبعة من إحساسها بالقهر طب بصي بقى يا جنة هانم مش أنا زبالة وتربية شوارع وخطفت رجالة أنا هعرفك خطف الرجالة بيبقى إزاي أعرف يا جاد اللي أنت فرحانة بيه ده هخليه قدام عينك وعين الكل زي السلصال في إيدي خاتم في صباعي هيدوب وهو معي ويشهد ربنا أنك أنت اللي خرقتي شياطيني أنا كنت بحط بيننا حدود دايما علشان ما خلهوش يجي عليك بقربي لكن أنت اللي اختارتي ملك سبتها ومشيت رغم أنها مش عاوزة تظلمها لكن كل مادة بتحس أن جنة ما تستهلش لأنها مش عايزة حاجة غير الفلوس وعايزة طفل من ملك تاخده هي وتربيه وتكتبه باسمها هو مش فارق معاها والدليل أنها سابت جزها يتجاوز عليها عادي جدا لكن مش هتسمح أنه يئذيها ونوية خليه يقى ما تعرفش أنها هتقع معاه في نفس الفخ فخ قلبها اللي هو هيدبروا ليها كانوا قاعدين كلهم منتظرين الشغالين يحطوا الأكل على الصفرة جاد كان كل شوية يبص ناحية السلم وهو مستنيها أنها تنزل ومنتهى المكر فاطمة وسما كانوا بيبصوا الجاد وهم مفتسمين بخبص فاطمة بمكر قالت ما تأكل يا جاد هو في حاجة يا حبيبي مركز جوي ليه مع السلم ها أنا بأكل أهو بأكل بدأ يأكل وهو بيتظاهر بالهدوء من شدة حرجه منهم ومن هيئته وهبته اللي بيحاول دايما يحفظ عليها فده منعه أن يظهر رغبته القوية في أنه عاوز يشوفها نزلت على السلم أخيرا وهي مأهورة وبتفكر في كلام جانا قالت لنفسها أنت اللي جانتي على نفسك وطلعتي مكر حوائل لجوايا أنا كنت بعملك بما يرضي الله وجوزك عمري ما كنت هفكر أقرب منه علشان ما أزكيش بس أنت اللي اخترتي أنت وأخوكي جاد رفع راسه وبصلها بمنتهى الهدوء رغم غمرة المشاعر اللي غمرت قلبه وهو شايفها بتقرب منه وعيونها متسلطة عليه والأول مرة تقرر توعد جنبه من نفسها من غير ما حد يقول لها سحبت الكرسي وقعدت جنبه جانا جات وراها وقعدت جنب جاد من الناحية التانية وهي متضايقة وغيرانة من ملاك ولو عليها تقوم تضربها لكن مش قادرة ملاكة بتسمت بتلال ومكر وهي بتحط الجاد الأكل في طبقه جاد بصلها باستغراب يلا يا حبيبي بالهنة والشفة جاد بصل إخواته ومصطفى وسليم اللي كانوا مبتسمين ومتحمسين وهم بيتفرجوا عليهم هز راسه بالموافقة وبدأ انه يأكل وهو حاسس بحاجة غريبة ملع عليها وقال لها بهمس تي كويسة شكل السقونية رجعت لك تاني أنا كويسة الحمد لله متأكدة ملاكة كانت متأكدة انه مش هيسيبها إلا لما يعرف هي بتعمل كده ليه فحاولت تتوه في الموضوع اه متأكدة يلا بقى لازم تقول لي رأيك في الأكل وده ليه بجا علشان أنا لمحضران معريم وسامة ما كنتش أعرف انك بتعرف تطبخي انت ما تعرفش عني حاجات كتير أصلا جاد حس ان عندها حق وانهم لازم يتكلموا خلينا نتكلم يا ملك بس مش دلوقتي لما نطلع عوضاتنا ماشي جانا ضغطت على قديها بقوة وهي شيثاهم بيهمسوا البعض وبيتكلموا بهدوء الحج المحمدي قلب جدية صحيح يا جاد لازم النهاردة تجهز نفسك وانتم كمان يا أولاد عشان هنحضرك هد بكتاب زين وادعمكم سليم قال على بركة الله يا حج جاد قال خلاص يا حج انتم ممكن تسبقوني على هناك وانا هخلص شغل المصنع وحصلكم مصطفى قال انا ممكن افضل معاك وانروحوا سوا ما ينفعش لازم ان تكونوا موجودين مع زين وانا مش هتأخر مش هتأخر بإذن الله وهو كذلك جانب تعالي قالت بس انا مش هقدر احضر انت عارف يا جاد اني ما بحب الجو الزحمة والهيصة دي وكمان سنده الصحبة جاي النهاردة مخصوص عشان نفضه لسوا ودي لسه واصلة من ألمانيا من يومين فلازم لما تيجي اكون في استقبالها تمام يا جانب هبقى احضر انا وملاك بجد يعني مش هتتكسف تاخدني معاك سكتت فجأة وهي بتبص لهم بحرك جانب تصمت بسخرية وغرور معلش يا جماعة عزروها اصل اللي من مستواها مش متعودين على المستوى ده ولا يعرفوا حاجة في الاتيكيت وكلامهم بيئة زي تربيتهم الواطية جاد غضب وهو بيمسك درقها بقوة اخرصة خالص كلمة زيادة عنها وهتكوني طالق بالتلاتة اتسامعة جانب صدمت من رد فعله جاد انت بتكلمني انا قدها علشانها هيها؟ ده اللي عندي يا جانا اظن الكلام واضح ولو مش عايش بالجومي وساعتها اتبري نفسك طالق والسواج هيوصلك لحد بيت ابوكي وما تنسيش نفسك زي ما انت مراتي ملك كمان طبقا مراتي وليها حقوق علي ومش انا اللي اسمح ان حد يهين كرامة مراتي يا جانا جانا بصت له بصدمة وبصت لملك بكره وشر وفضلت قادة وعقلها بيفكر في طريقة تخلص بيها من ملك دي لانها تأكدت ان وجودها خطر عليها وانت يا ملك بالليل تكوني جاهزة هنروح سوكت بالكتاب ملك ما كانتش عارفة ترد ومش عارفة تفرح انه ردلها اعتبارها ولا تزعل انها سبب كل الفوضى دي والغريب هي الفوضى اللي بتحصل جواها شوية تبقى مطمنة من وجوده جنبها وشوية مرتبكة لما تخلصي واكل يا ملك عمليلي جهوة حاضر جانا قمت بسرعة وهي بتبص لها بكره وطلعت الجنينة ملك رغم ارتباكها لكن وجود سما والحجة فاطمة كان مطمنها